مشروع هورايزن زيرو دون هو المشروع يلي كان اخر امل للبشرية من بعد اشتيح الربويات لكوكب الارض بسنة 2040 الاخطاء البشرية واغلاط بالانظمة سببت بموت كل الحياة على الارض بس من ورا اخر ما وقف من بعد الشخصيات العبائرة قدرت حضارات بدائية رجعت جول الكوكب بعد الف سنة وتتعايش مع المخلوقات الالية الغريبة الموجودة بينتهم قصة هورايزن زيرو دون هي احتفال بقوة العالم الخلاقة من قوة الشخصيات اللي عم تنحكي عنه للقصة لقوة الاشخاص يلي كتبوا هالقصة و بس ما نحكي عن اكتر قصص ابدعت بعالم الالعاب مجبورين ندخل هاللعبة بالنقاش اليوم رح نروح صوى بهالعالم نستكشف كيف بلش وين صار ونجرب نتطلع على شو رح يصير فيه بالمستقبل خصوصة من بعد الاعلان عن هورايزن 2 فوربيدن وست رح تكون بين اول و اهم الالعاب رح تصدر على البي اس 5 هلا شمية معكم دراد واليوم نحن نعكي عن هورايزن زيرو دون قصتنا بتبلش بسنة الالفان واربعين ومع تطور التكنولوجيا والبشرية اصبح السباق على التسلح العالمي هو سباق على الاستحواذ على اكبر عدد روبويات متطورة واسكيها واقويها هالسباق تأسس من وراها عدة شركات لتفوت بصناعة الربويات وشركة فارو قدرت اكلت السوق كله لما طلعوا بنوع ربيات جديد من طراز تشيري وهالربويات عندها قدرات احسن بمليون مرة من غيرها اولا هالربويات يسيطر عليهم مركز عسكري واحد وما فيه اي طريقة لتخترقهم وحتى الشركة مش مفوطة انظمة فيهم لتقدر تستولي عليهم هي لا يضمن للدولة الامريكانية انه مرح يصير فيه تلاعب بالموضوع وكمان يزيد الحماية من الاختراق على هالربويات تانيا هالربويات عندها قوة عسكرية في التاكي وعندها زكرة تتجمع بمجموعات وتحارب سواء ثالثا تراز تشيري بيقدر يشتغل على الاف سنين لحاله لانه بيقدر يحول اي منتج طبيعي لبنزين شجر حيوانات عالم حيلا شي طبيعي في حوله لبنزين وكمان بتقدر تصنع قطع غيار لحاله في حال تعطلت لتصلح حاله او تصلح اصحابه هالماكن الجديدي عملت خضي عالمية واملكا بدأت تعب مخزانة منها وتستعملها بمهمات عسكرية لحد ما بيوم من الايام قطيع من هالربويات ما بيصدر مية بالمية مظبوط وهالشي بسبب ليصير عندهم استقلالية عن المحطات العسكرية وصاروا قادرين ياخدوا قراراتهم لحالهم وبما انه بيقدروا يصنعوا قطع غيار استعملوا زكيهن ليبلشوا يصنعوا ربيات متل ماهية متلهم متلهم ليمشوا معهم بالاشتياح القادم ما اخدت كتير وقت لتد فارو صاحب شركة فارو لانه ينتبه لشو عم بيصير وبيطلب مساعدة واحدة من اقوال علماء على كوكب الارض ليجربي حد من تطورها المصيبة يللي معقول تنهي البشرية هالعلمي كان اسمه دكتر اليزابيس سوبك من بعد ما اطلعت عالموضوع عرفت انه ما في بجال البشرية وكوكب الارض رح ينتهي بعد 16 شهر لانه الربويات رح يكونوا تكاتلوا كتير واذا ما قدروا قتلوا كل البشر رح يكونوا نهو كل شي عيش على كوكب الارض ليستعملوا بنزين جربوا اول شي يخترقون لهالربويات بس السستام الحطول يخترقون بدهم ميات لسنين لواء اخيرا يسيطر على كل الربويات الموجودة على الارض وما كان معهم الا 16 شهر فالدكتر اليزابيس سوبك بتقرر تبلش مشروع جديد مشروع اسمه زيرو دون وهذا المشروع هدفه انه يرجع يرد الحضارة على كوكب الارض من بعد انتهاءه ومن بعد ما جمعت اقوى علماء على كوكب الارض تمركزوا كلهم بكهوف مسكرة ليبلشوا شغل على جايا جايا هي مجموعة معامل ومراكز عندها تسع اخصائيات وممثلة بذكا اصطناعي اسمه جايا اللي عم يشرف على كل الامور اللي عم بتصير جايا هدفه الرئيسي كانت تكمل تعمل هاك لهذه الربويات عالميات لسنين الجاية وقط تقدر تعملهم هاك وتخلص منهم بتبلش المرحلة الثانية من شغله هو انه ترجع ترد الحياة على كوكب الارض ولا تقدر ترد الحياة عندها تسع قصائص يساعدوها واحدة منهم اسمه بوسايدون يلي كانت معامل الربويات هدفهم يردو الحياة على المي وينطفوها ويخلوها ترجع صالحة غيره كان هيفا يستس يلي كان هدفه الاساسي صنع الربويات لتشيل الزبال اللي رح تنترك ان الربويات المن ارضه ترجع تخلي الارض صالحة للزراعة والحياة وكان في واحد من هالخصائص اسمه حادث يلي هدفه انه تلغي البشرية وترجع عيد الشغل بحال الحضارة ما تطورت متل ما لازم تتطور او صار شي غلط بعمل جاية وغيرهم كان شغلتهم انه يرجعوا يفوتوا البشر على كوكب الارض من خلال اطلاق عمليات استنساخ وغيرهم مثل ابولو كان هدفه يعلم البشر اللي يرجعوا يبلشوا من مطرح ما انتركوا هالمشروع كان مهول وكان الامل الوحيد للبشرية ما تفنى بس ما تطبق مية بالمية مثل ما لازم لانه تدفر بهدف انه يخبي عماله محى ابولو كليا وقتل كل العلماء اللي كانوا موجودين لا يعرفوا بالصار من بعد ما خلصوا شغلهم على project zero dawn الف سنة بتقطع والبشرية وكل المخلوقات على كوكب الارض انفنت بس جاية واخيرا قدرت حلت الكود وانهت كل الكائنات الالية الشريرة الموجودة على كوكب الارض وبدأت بالعمل على المرحلة الثانية نظفت الماء ردت الارض لمجرها الطبيعي وهالشي من جراؤه خلى كوكب الارض ينتلي روبيات مسالمة هدفة سعي للبشر بس من ورا عدم وجود المعلومات او حدا يعلم البشر صاروا يجمعوا حالهم بابيل ويعبدوا هالروبيات وكل شيء له علاقة بالتكنولوجيا يفكروه وقوة اليهية بس حادث بيتلقى رسالة الكترونية مجهولة المصدر لليوم ولسبب الاسباب بيدور وبقرر ينهي على البشرية وجرب يفرض سيطرته على جاية وعلى كل الخصائصه بس جاية عرفت انه ما في حل الا انه تنهي حاله لتجرب بهالطريقة تقضي على حادث وكل الروبيات وتترك البشر يعيشه بس بعض الخصائص تبع جاية قدروا حولوا حالهم على روبيات موجودة على كوكب الارض وزمطوا من هالدمار وبياناتهم حادث يلي فات بروبوه وبلش يأني على العالم تساعده ويطور حاله ووعدهم بمعرفة ومعلومات جاية قبل ما تدمر حاله قرر التعمل اخر نسخة لفي حال ما قدرت تتخلصت من حادث هالنسخة تقدر وقبل ما تموت حطتها قدام الكهف يلي صار معبد بالنسبة للبشر من ورا غرابته بعد ما رأى العرفات اختلفوا عن اذا هالولد الفجأة طلع بوجه ان هو شر ولا خير على كوكب الارض فقرروا انه ما يقتلوه بس كمان مايربوه وكبوا الولد برات العشيرة وعطوه لشخص منبوز يربيه وهون بتبليش قصية اللعبة الطفل بيطلع بنت ويسميه المنبوز ايلوي ايلوي بتعيش عيشة عيسة منبوزة من كل اولاد اللي بعمره والعيال لحد ما بينهار توقع بقلب كهف عملاء وتعلق فيه وهونيكي بتلاقي مكنة غريبة على دينة جثة اسمها فوكس وبتحطيها على دينته وبتعطيها قوة لتشوف كل شي تكنولوجيا حوليها وتقدر تستعملها من بعد بترجع عند بيطلع ويفشل بانه يفرقن عن بعض هي والمكنة البنت بتبلش تسأل حاله عن حقيقة اللعن بصير بالعالم وهالمشوار بيخليها تسأل سؤال مهم وهو مين امي ويخبرها عن حدث بيصير كل سنة اسمه The Proving أو إثبات النفس وكل واحد بيثبت نفسه بيتحول من شخص عادي لشخص من مجموعة The Brave أو الشجعان واللي بيربح التحدي ويخلصوا اول واحد بيطلع له طلب واحد ومجبورين يوفوه ومن بعد شوية جدل ايلوي بتقنع علبية يدربها لتقدر تحارب ب The Proving وبعد سنين تدريب بيجي وقت التحدي ورغم التنمر الصار عليها من وراء انها منبوزة قدرت ايلوي تربح The Proving وابل ما تلحق تطلب جهزتها العرافة تموت بهجوم من مجموعة اشخاص معهم روبوتات شريرة وحتى رئيس هالقبيلة بيتلقت بايلوي بس قبل ما يقدر يغرز السكين مظبوط برقبتها بيلتهى بعراق مع بيا لأيلوي يلي بلحق يخلصها من انفجار ويكبها صوب الوادة من بعد هالانفجار الجماعات المنظمين الحلث بيسحبوها لأيلوي على الكهف وهونيك العرافة بتخبرها لأيلوي انهم لقوها على باب هالكهف وما بيعرفوا من وين اجي في الوقت ايلوي بيبلش يجي اتصالات على الفوكس من شخصية غريبة اسمه سايلنس هالشخصية ترشدة لأيلوي على قلب الكهف لتعرفها اكتر عن تاريخ البشرية وشو صار وتستكشف الحقيقة وهونيك بتتعلم ايلوي انه البشرية انفنت ومشروع زيرو دون هو المشروع لدكتر اليزابيس سوبك وبتلتقى ايلوي مع فيديو مصورة لياه جاية اللي بتخبرها شو صار مع حادث وبتخبرها انه هي نسخة من دكتر اليزابيس سودك وانه سر نجاح البشرية بين ايديها لانه هي كلمة السر فيها وهي اللي فيها تفوت على المركز الاساسي تبعها جاية وترجع تفرط تحكمها على كل الالات الموجودة بس كل هالوقت وبعده الغزو تبع الاشرار ماشي على مدينتهم وهي وبرات الكهف بيتلقطوا فيها وبيخطفوها وبيخسروها الفوكس تبعها ومعها بيروح كل قدرتها لأيلوي الالكترونية وحتى بيروح اتصالها مع سايلنس يلي كان عم بيرشدها ويساعدها بس بنص المعركة سايلنس بفوت ويخلصها لأيلوي ويرد على الكهف وهونيكي بخبرها انه هو اول شخص التقى بحادث وبدأ المجموعة الشريرة بس بس عارف هدفه الحقيقي قرر يتركه ويحاربه ويسلمها لأيلوي عصايا الالكترونية عند القوة انه تطف حادث وتوقف هيمنته على الكائنات الالية المسالمة التي كانت تصلح الأرض ومن بعد معركة طويلة أيلوي تقتل رئيس مجموعة الاشرار التي يعبدوا حادث وتصل على المركز الأساسي وتقول اسمه دكتر اليزابيس سوبك وهذا الشيء يفتح له القدرة انه ترجع وتسيطر على كل الكائنات الأرض واخر شيء تصل لأيلوي عند حادث وتشبق حربة بنص عينه وتنهي او هاك فكرنا بس قبل ما كامل بالقصة دعوني اشكري الباتريوز بكل الطبقات جولد، دايموند، بلاك، وبلاتينوم وفي اخر قصة اول لعبة أيلوي تروح تودع أمه وتسمع منه رسائل حلوة عن كيف حبيت تكون بنته بس انه هي هي فهو نصبنا جيم اوف ترونز لفل ضياع بس ماشي الحال لحظة مؤثرة عم تزعل عائمة يلي هي هي ومن بعدها منشوف حادث طلع من الجسم اللي كان فيه وراح بالهوى لحد ما يرجع سايلنس يلقته ويقل له في جدل طويل بينه وبينك ويروح صوب الايل اللي كان فيها حادث بالأول ليرجع يرده لأوتو لسبب من الأسباب سنكتشفه أكتر بـ Horizon 2 Forbidden West بس قبل Horizon 2 Forbidden West كان في DLC للعبة Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds وفي هذه الألسية تعلم أكتر عن هذا العالم ونلعب قصة إيلوي يلي من بعد أحداث Horizon Zero Dawn تسمع أنه على جبل من الجبال فيه آلات شريرة عم ترجع تبين ودخنة سوداء عم تطلع ومن بعد ما توصل على هذا الجبل بتعرف من رئيس القبيلة انه قلون فترة عم بحاربه شيطان كبير بالناس بقولون هو شيطان بس هو فعلا واحد من الربويات الشريرة يلي مجهول مصدرة ما بنعرف إذا حادث رجع لأوتو ولا هيدا واحد من الربويات الشركات المنافسة رجع وعن وبهالفترة اللي عم تحارب فيها القبيلة هالوحش العرافة تبع المجموعة الاسمه أوريا بتختفي فإيلوي بتروح تنبش على أوريا لتعرف منا معلومات أكتر وبتلاقيها بقلب محطة لعلماء سابقين اللي حولتها أوريا لمعبد لماكنه اسمه The Spirit بس الاتصال مع مكينة Spirit ما كان عم يتحقق ومش قادرين ياخدوا معلومات منا أكتر عن العالم اللي هن فيه والكان عم يمنع هالاتصال هو الشيطان الكبير على الجبل اللي بينزع كل الآلات اللي بيقطع من حدها وبحولها شريرها فإيلوي أوريا بقرر يخلصوا سبيرت وبيطلعوا ليحاربوه على رأس الجبل رئيس القبيلة رفض انه أوريا ترجع تحارب خوفا من انه ترجع تختفي ولانه هي فعلا أخته وعتلان همه فإيلوي بتضطر تتحديه على رئاسة القبيلة لتقدر تاخد هالقرار عنه وبنص التحدي مكانات شيطانية بتخزي المدينة وبيضطروا يجمعوا قوتهم ليحاربوهن ومن بعد المعركة الرئيس بقرر يسلم القيادة لإيلوي لأنه واضح انه أفهم منه بالعم بسير وبيلوحوا سوى ليحاربوهن الوحش الكبير وهالمشوار بقديهم ليفوتوا على المقر الرئيسي على الجبل ويكتشفوا انه الروح يلي اسمها دي سبيرت هي ذكا استناعي هدفه انه توقف البركامل انه ينفجر ويغري المدن وكمان يكتشفوا انه الشيطان اللي عم بيحاربوه هو هيفا يستس ايه مظبوط؟ هو ذاته ذكا الاستناعي كان هدفه انه يرجع يبني الارض ومن وراء استهلاك البشر للارض واستقلاليته اللي حصل عليها من بعد ما تفجرت جاية فكر انه البشر هنه اعداء وصار هدفه يمحيهم ليرجع يبني الارض وبمعنى كنهائيه أوريا بتضحي بحاله لا يقدروا يفوتوا على الاساس تبع المكنة ويخلوا البركان ينفجر جزئيا ويغرقوا هيفا يستس ومكاناته بالحمة تبع البركان والمكنة طبع الروح بيطلع اسمه سايان وبتحذرهم انه ما اضع على هفا يستس بالكامل وبعده عم بيحور ويدور لا يجرب يرجع يجي يستلم فالوي بترد الايادة للريس القديم وبتحمله مهمة حماية سايان وهون بيخلص كل شي بنعرف عن قصة هورايزن زيرو دون بـ هورايزن 2 فوربايدن واست الوي رح تروح على الغرب وتستكشف الحضارات يللي بعد ما عارفوا بالحقيقة وبعدهم مقامنين انه هالربويات وهالارواح هنه امور لازم يعبدوها وهكيد سيشوف عودة لحادث مع الجيوش المضوه يهي عيون الحمر اللي يذكروننا بجيوش اول لعبة وهكيد الاستصدر اللعبة سوف أخبركم قصته كمان فاذا بهمكن القصص اخبار وطبع التونج عن الالعاب امورو تابعوا وكامان ملحقوني على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك توتر انستغرام ودعس جولد ودعس جولد اي اي ام لام 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 لام